لا أنسى لا يعني يوم يمكن ذكرت عن هذه القصة من قبل أخت من خلفية إسلامية صرخت في المطار ونادت علي قالت لي اللي بيجذبني بالكتاب أو بكلامك هو محبة يسوع المسيح هذه المحبة مش موجودة في أي مكان خليني أسألك سؤال هل قال لك أي نبي أنا أحبك قال المسيح أنه بحبنا ومش بس كلاما بل ضحى من أجلنا مش بس كلام كما هو مكتوب لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وأما المحبة فلتكن بلا رياء أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة هاي المحبة من الله طبعا إحنا المثل بالشرق الأوسط معروف الله يحب الذين يحبونه شو نوع هاي المحبة هاي محبة مصالح هاي محبة ناقصة هاي محبة كأنه الله هو إله مزاجي وعنده أطباع بتختلف عن أطباعنا قال يسوع إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا؟ طب ما العالم بحب خاصته وبحب اللي بحبه لكن المسيح أحبنا بغض النظر ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا وهذه عظمة التجسد أظهرت لنا المحبة الإلهية بكمالها في شخص المسيح يسوع اشتركوا في القناة